أعزائي المشاهدين والمتابعين لنا في كل مكان مرحبا بكم وحلقة جديدة تجمعنا بكم في برنامجنا الأسبوعي حياة المسيح اسمحوا لي في البداية أن أرحب به نيافة الأنبى ماكسيموس الذي أتشرف بوجودي معه في هذا البرنامج نيافة الأنبى أهلا ومرحبا بك أهلا بك دكتور والشرف موصول لي أنا أيضا وأهلا بكل متابعين في قضية هذا الأسبوع نيافة الأنبى بتصنف عند بعض اللاهوتيين بأنها واحدة من أطهر اللاهوتيات لأنه هي بتعالج الكتير من الأساسيات اللي محتاجين من وقت لآخر مراجعتها باستمرار علشان نقدر نفهم الكتير من القضايا المهمة اللي مطروحة في هذه القضايا قضيتنا نيافة الأنبى جاية تحت عنوان الإنسان والخطيئة والخلاص أنا هبدأ مباشرة نيافة الأنبى لأنه الشرح من حضرتك حيكون أهم بكتير من الكلام حوالين هذه القضايا سؤال الأول نفة الأنبى بيقول هل يحتاج الإنسان إلى الفداء وإن احتاجه كيف يحصل عليه ينبغي قبل أن أجيب على سؤال هل يحتاج الإنسان إلى الفداء أن نبدل الحوار من معنى الفداء سيفتدى من ماذا وأن نذهب إلى بداية البداية ونصل إلى تعريف يتسق مع تعليم العهد الجديد عن ما هي الخطيئة وما هو الفداء لأن بالأسف الشديد أنا طبعا تلميز لمدرسة الآباء الأولين وكانت بحكم أنني أنتمي للكنيسة الأرثوذكسية الشرقية ولكن في منتصف التاريخ بعد ثورة الإصلاح وبعد الانقسام بين قادة ثورة الإصلاح أنه ظهر كثيرون يفسرون اللهوت والعقيدة والإنجيل بناء على معارفهم الشخصية وعلى قدراتهم على تحليل ما في أيديهم في الوقت نفسه لما ظهر مارتن لوثر وحركة الإصلاح كان سبق حركة الإصلاح اختراع الطباعة في مطبعة يوحن جوتنبرغ وأول كتاب طبعه يوحن جوتنبرغ كان هو الكتاب المقدس اللي هو أنه ضم التناخل يهودي أي كتاب المقدس عند اليهود إلى العهد الجديد إنجيل المسيحيين وتعاملوا في ثلاثة مجلدات لأنه الطباعة وقتها ما كانتش تسمح بأنه يبقى مجلد واحد ولكن الثلاث مجلدات كان المجلد الأول بيحتوي من بداية سفر التكوين إلى المزامير والمجلد الثاني من المزامير سفر المزامير إلى نهاية العهد الجديد أما المجلد الثالث فكان في هارس الطباعة تطورت والثقافة تطورت وصار الكتاب المقدس مجلد واحد وفي أدين كل الناس والجميع يستطيعون أن يقرؤوا ويشرحوا وهنا الأجيال اللي جات بعد كده طلعت لقية الكتاب المقدس فيه العهد الجديد والعهد القديم ولقيت أن معلمي الكنائس عندهم بيقولوا لهم أن الكتاب المقدس هو كتاب واحد بغض النظر عن أنه يضم عهدين ومن هنا ابتدى يحصل الخلط في التعليم بمعنى وده بقى اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي يعني المقدمة دي كتابتاً علشان أوصل لهذه الجزئية تعريف الخطية في العهد القديم مختلف عن تعريف الخطية في العهد الجديد وغفران الخطايا تعريفه في العهد القديم مختلف عن غفران الخطايا فيه العهد الجديد هؤلاء الشراح الأفاضل لم ينتبهوا للمعلومة اللي أنا قلتها دلوقتي وبدأوا يشرحوا فداء العهد الجديد بناء على تعريف العهد القديم لما هي الخطية اللي هو إيه؟ الخطية في تعريف العهد القديم هي تعدي الشريعة إنه فيه قانون أهو وإذا تعديت عليه تكون مخطئة ومستوجب له العقوبة حتى الموت بأشكالها المتنوعة وبالتالي هم شرحوا بقى الفداء على هذا الأساس لأنه ما هو الأساس هذا؟ أنه بما أن الخطية طبقا لتعريف العهد القديم هي تعدي الشريعة فيكون الغفران طبقا للعهد القديم هو الصفح عن العقوبة والخلاص هو خلاص من العقوبة ومن ثم فإذا كانت أجرة الخطية موت تبقى العقوبة هي الموت فيبقى الغفران هو يبقى الخلاص هو الإفلات من العقوبة ويبقى الغفران هو أيضا الإفلات من العقوبة عشان كده لما تسأل كثيرين ما هو الخلاص وكيف تعرف أنك خلصت يقول لك لأن المسيح غفر لزنوبش طب إيه علاقة لما تقول الكلام ده لواحد زي يعني إيه علاقة إنك غفرت زنوبك بأنك خلصت ليه؟ لأن تعريف الخلاص عندي أو عندي العهد الجديد كما أفهم مختلف عن هذا فإحنا قلنا الخطية طبقا للعهد الأديم هي التعدي ومن ثم فالخلاص هو الغفران هو الإفلات من العقوبة يقول لك ربنا أنقذني من جهنم عقوبة الخطية عقوبة التعدي وعلى هذا الأساس شرح الكثيرين معنى الخلاص والفداء أنه الصفحة عن الخطايا والإفلات من العقوبة التي هي جوان ده باعتبار حاجة تانية كمان من مورسات العهد الأديم ومورسات الفرعونية القديمة لأن اليهود طبعا عاشوا في وسط الفرعونة سنين كثيرة ونقلوا عنهم وده موضوع آخر مبحث آخر أن العقوبة هي أن الله يلقي الناس في جهنم عقابا له أو في الجحيم عقابا له أو يكافئهم ثوابا بالحياة الأبدية أو النعيم الأبدي وهكذا كلام ده مختلفة عن تعليم العهد الجديد جملة وتفصيلا المسيح لأول مجد في إنجلي يوحنى صح 8 شرح إيه يا القطية في الحوار الطويل اللي دار بينه وبين اليهود الذين أرادوا أن يقتلوا فقال لهم أنتم من أب واحد هو إبليس طب بيقول لهم لأنت أولاد إبليس لأن شهوات أبيكم تريدون أن تعمله قال طب إيه شهوات إبليس التي يريدون أن يعملوها إلا على أساسها هو بيقول لهم أنتم من أب واحد هو إبليس هو قال لأنكم تريدون أن تقتلوني وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله أصل بقى فيه موضة جديدة من النقد للإنجيل إنه يقول لك أن العقل يجيد فيه عمف مين قال إن العенить يجيد وهنا مفوش عمف إزاي يا سيدي قال لك المسيح نفس هو بيقول لهم يا أولاد الأفاعي بيقول لهم يا أولاد الأفاعي أو بيقول لهم يا أولاد إبليس طيب ما تتقرأ النص وتتشوف هو قال لهم ليه يا أولاد إبليس النص هو لأنكم من أبن واحد هو إبليس ليه لأن شعوات أبيكم تريدون أن تعمل طب إيه شعوات أبينا لأن لأنكم تريدون أن تقتلوني وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله نيجي بالمرة بقى الأولاد الأفع فيه فرق بين اللي قاعد على كرسي المحكمة محترم وبيصدر الأحكام ويقوله بلغة هادئة أحكاما عنيفة وبين والأعتراض بتاعهم بيقول لك بالقاضي ما يقولش للمتهم بيقوله اتفضل يا أستاذ هنا في أمريكا يعني سير يعني والفضل آه بس احنا مش في قاضي مش في قاضي يقعد على الكرسي زي الباشا احنا بنتكلم عن مصلح وراعي بيشترك في الآلام بتاعت هؤلاء الذين يخطئون وبيجع عليه الشر بتاعهم ويريد أن يكشف لهم الالتواء فلما يقولهم يا أولاد الأفاعي طب ما يحدل مع مدن ألا ده معناه أنها كانت تعبير متداول بمعنى أيها الملتوون طب الملتوون شتيمة لا أيها الملتوي من الأب لابنه ومن المصلح والراعي للراعية بالشتيمة هذا تقويم ما علينا فما نرجع ليحنى ثمانية المسيح عرف الخطية أن الخطية هي مشيئة إبليس وأن إبليس هو الذي من البدء يخطئ هو اللي بدع الخطية وبالتالي فأن تصير أنت أيها الإنسان مخطئا يعني أن تكون مشيئتك متحدة متسقة تابعة لمشيئة إبليس فهذا هذه الخطية لأن المسيح هو حياة الله التي ظهرت في الجسد لكي تشفي الإنسان من هذا الشر الذي فيه فالخطية بعد الوقت مش أنا غلطت وعملت أو أنا كسرت القانون لا الخطية هنا هي أن الإنسان اختار مشيئة إبليس لأنه اختار مشيئة إبليس مرة واثنين وثلاثة فإبليس والمشيئة بتاعته سكن فيه عمق إنسانيته في ردود أفعاله ومشاعره وحواسه وطريق التفكير وما نسميه بقى وقلبه وكل هذا في الوقت إذا كانت الخطية هي التعدي فحلها الصفح ده منطق العهد العديد لكن إذا كانت الخطية هي التلوث العميق بمشيئة إبليس يبقى حلها هو الشفاء من مشيئة إبليس حلها هو التطهر من تلوث الشر حلها إنه الشر يخرج من كيان الإنسان ومن ثم فما معنى الفداء أن الإنسان أفتدي من هذا الشر الذي كان بداخله كيف أفتدي بقى بالصريب ونستطيع أن نستكمل الشر ولكن المهم هو أنه يبقى واضح الفرق بين تعريف الخطية في العهد الأديم وتعريف الخطية في العهد الجديد ومن ثم ما هو الغفران في العهد الأديم وما هو الغفران في العهد الجديد اللي هو التطهير الغفران مش الصفح مثل القديم لا لأنه الوقت إذا 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 كان الله يصفح عن خطيتي وخطيتي سكنفية زي ما هي طبعا هو يبقى متواطئ مع الخطية أو يبقى مش قادر عليها أو يبقى مهزوم إزاي إزاي الناس بتعلم أنه غفر لهم زنوبهم والخطية ليس جواه لا الغفران والتطهير وحدة واحدة لأن أنا حصلت على الغفران لأن ني تطهرت من الخطية الساكنة فيه وليس إن الخطية الهس اللي فيها فيها وربنا غفر لزنوبي زي ما البعض بيردد يفت الانبا واضح من الشرح لحضرتك إن حاجة الإنسان للفداء هي مسألة مستمرة مش مسألة أنا أحتاجه فيه وقت وبقيت عمري أنا لست محتاجا إلى هذا الفداء وطريق الحصول على هذا الفداء واضح وصريح هل حضرتك ده المقصود بيه إنه الإنسان محتاج للفداء لمرة واحدة أم لطوال مراحل حياته هو يحتاج إلى هذا الفداء إذا اتفقنا على أن الغفران هو التطهير من الخطايا فستكون الإجابة أنه محتاج أن يحصل على نقطة البداية اللي هي الاتحاد بالمسيح اللي هي قبول المسيح اللي هي النور الأبدي اللي تجسد في المسيح يشعع في قلبه ونفسه ثم أن يظل هذا النور يعمل فيه للتطهير حتى يصل إلى نقطة الكمال اللي هي أنه يتشبه بالمسيح نافة الأنبى هو أنا ممكن أستخدم كلمة الخلاص أو كلمة الفداء بالتبادل على الرغم من حالة التباين الواضحة في المعاني والأهداف للكلمتين هذا ما يحدث في بسيط التعليم في التعليم الشعبي أن الكلمتين بيأخذوا بالتبادل حول فكرة واحد ولكن إذا كنا هنتكلم في التعبير اللاهوتي هنقول حاجة غير كده هنقول أن الفداء هو الدور الذي عمله المسيح من أجل الإنسان أن افتداه افتدى الإنسان من تحت سلطان إبليس اللي كان جاثم عليه بالخطية والموت فهو بالصليب افتداه وحنقول أن الخلاص هو الدور الذي يدخل الإنسان تنفيذياً وتطبيقياً طرفاً فيه اللي هو أن يستلم حياة المسيح هذه لكي يبلغ بهذا التطهير إلى غاية هذا الافتداء يعني يبلغ هذا غاية هذا الافتداء يعني يعني يبقى فعلاً إبليس ملوش حاجة عنده وبالعكس بقى أن المسيح والنور الذي يخرج منه ويشاع منه هو الذي يملأ قلبه وفكره وجسد وكل كيانه وممكن نعمل في الوقت المتبقي لأن ينفت الأنبى من الحلقة دي إراية في فكر أغسطينوس حوالين قضية الخلاص لأنه يعني واضح أنه له تأثير في مجال التعليم وفي تأثر به طريقته في معالجة هذه القضية هو بيقول أنه الفكر الخلاص بيمر بأربع مراحل في تاريخ الإنسان الإنسان قابل للخطأ قابل السقوط والإنسان عاجز عن عدم الخطأ بعد السقوط وقادر أن لا يخطئ بعد أن يخلص وعاجز عن أن يخطئ بعد تمجيده في السماء ولا مجال لارتكاب الخطأ دول أربع مراحل بيترحم أغسطينوس ولأنه شايف أنه كمان أنه هذه القضية محدش قدر تصدى لها من بعد تصدي الرسول بولوس لهذه القضية وده عمل مشكلة كبيرة سريعا نفط الأنبى كده نعمل مرور على هذه القراءة طبعا بداية الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية التي يتشرف بالانتماء إليها إلى إحدى كنائسها لا تعترف بأغسطينوس كواحد من قديس الكنيسة وترفض الشرح اللهوتي بتاعه في معظم المواضيع يعني أنا أظن أنا مش عارف الحقيقة في الجزئية دي إيه لكن عبارة أنه لم يتصد أحد بعد بولس الرسول أنا بحاول أعملها تبرير من عندي يعني ولا أعرف الحقيقة معروف أن أغسطينوس كان عايش في شمال إفريقيا ولقب بعد كده بأغسطينوس الإفريقي و شمال إفريقيا كان متأثر بالثقافة اللاتينية فكانوا يتحدثون اللاتينية ومعروف طبعا أن أغسطينوس كتب باللاتينية فأنا بلتمث له العذر أرجو أن أكون مصيب في اللي بقوله أنه لم يقرأ باليونانية لأنه كان ينبغي أن يقرأ أثاناسيوس باليونانية ويجد أنه تصدى لهذا الكلام يعني بطريقة تفصيلية في كتاب تجسد الكريمة والمقدمة بتاعته اللي هي الرسالة إلى الوسانيين وأيضا هناك استكمال في الرد على الأريسيين فنمرت واحد نحن مضطردون على عبارته أنه أحد لم يتصدى وهذا برهان على أنه لم يقرأ أثاناسيوس ولا الأباء اللي سبقوه وأنه كان محصور في ثقافته اللاتينية الحاجة التانية أنا أريد جزئية واحدة أعالجة من كلام غسطينوس لأن إذا ما جنبك تفضلت غسطينوس أثر في اللهوت الغاربي واللهوت الغاربي هو اللي انتشر في كل الدنيا حتى في الشرق بالأسف شديد يعني فهو بيقول أن المؤمن يخطئ بعد أن ينال الخلاص فأنا عايز أشرح الفرق بين خطية المؤمن وبين خطية غير المؤمن أو خطية الذي نال الخلاص وخطية الذي لم ينال الخلاص لأنه نال الخلاص يعني نال بزرة الحياة الجديدة التي هي حياة المسيح يعني حياة المسيح دخلت إليه كبذرة حياة الذي نال بذرة الحياة يخطئ يعني ما تسألني أنا وتقول لي يا أبونا هو أنت ما بتخطئش لا أنا أنا بأخطئ ولكن لأن نالت بزرة الحياة الجديدة فأنا ليس فقط ما حطتش راسي على المخدة إلا لما خرج الخطية الكلام ده كان زمان في شبابي لأ دلوقتي في التو وفي اللحظة أول ما يحدث انفلات في الغضب مثلا وأخطئ بكلمة لفلان أحس إنها جرحته أو أرى على ملامحه إنه تجرح منها في التو اللحظة واحد أخرج الإحساس الخاطئ اللي كان عندي ناحيته أو الانفعال الخاطئ الذي صار مني أخرجه ب بسلطان دم المسيح بقوة غفران دم المسيح أتظهر منه في ساعتها اتنين أرد المسلوب المسلوب هنا إيه إن أنا جرحته بالكلمة لابد أن أعتذر له فإذا كنت أخطأت وبيني وبينه أعتذر بيني وبينه أما إذا كنت أخطأت في وسط الكليسة يبقى لازم أعتذر له من على منبر الكنيسة فبهذا الشكل مشيئتي لم تتفق مع مشيئة الخاطئ إبليس ولا مع مشيئة الخطئة فالخطئة هنا بالنسبة لي أو الخطأ هنا بالنسبة لي زلل وليس مشيئة دي قطئة الذي نقل الخلاص والمسألة بقى الخبرة في الطريق بتنمو بقى يعني بعدما كان انفعالا شكله كده في شبابي ان عرضه يبقى أقل في الحجم والمدة وهكذا يعني مثلا أما خطيئة الذي لم ينال خلاص فهي بإرادته إرادته مقتنعة أصلا لو ما ردتش عليه وبهدلته حيركب على كتاف أنا لازم أعمل كده عشان أوريه إمته أو الشر هو بقى الشر ما خرجش فأنا أستطيع أن أوبخ بس بروح الرب أو ينبغي أن أوبخ وظفتي أنا كأسقف أن أوبخ قال كده الرسول بولوس لتلميزه وتموساوس فالتوبيخ مش انتقام ومش غيز ومش كراهية التوبيخ تقويم وتصحيح فالفرق بين الخطيئة والتوبيخ أن التوبيخ بروح المحبة وبحشاء المحبة كمان يعني بقول له أنت غلطان وانت تستحق التأديب وا 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 هذا ليس غيظا ولا حقدا ولا كبرياء ولا هكذا فلابد أن نميز بقى لأنه الكلام أغسطينوس فتح الباب على مسرعيه لناس يقولك أنا مؤمن ومخلص بس بختي ما هو أغسطينوس قال وهتلاقي ناس غير أغسطينوس مش ورا هذا الكلام نيافة الأنبة نلخص النقطة دي الحقيقة في عبارة مهمة حضرتك قلتها أنه خطيئة المؤمن زلل وليست مشيئة خلينا نيافة الأنبة خلينا ناخد فاصل صغير ونرجع تاني للجزء التاني من لقائنا مع أسئلة السادة المشاهدين والمتابعين دينا فاصل ونعود أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة تانية رجعنا لحضراتكم والجزء التاني من لقائنا لهذا اليوم ومع أسئلة السادة المشاهدين نيافة الأنبة السؤال الأولاني جاي من على اليوتيوب بيقول جايب هو شاهد من إنجيل لقاء واحد ستة وعشرين بيقوله في الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة إلى عضراء مخطوبة رجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العضراء مريم جبرائيل مش نسود تيفاندم بالمسيح يبقى نفس الأشكال أشكال قائم أضف إلى ذلك لو يقول الروح القدس ملاك فكيف تؤلهوه بما يخالف الإنجيل نفسه فضل يفت الأمر هو طبعا أشكرك المتابع العزيز من أجل سؤالك واستفسارك بس أنا عايز ألفت نظرك إلى أن في الروح القدس في اللهوت المسيحي هو الروح الأمين في العقيدة الإسلامية أنا أعرف طبعا أنا مش متفقه في الدراسة الإسلامية خالص يعني بس أعرف معظم المعلومات البسيطة أن أن المفسرين وأشياء أخر غير المفسرين يعني نسبت إلى جبريل الملك أنه هو الروح القدس أنا أنا لا 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 شأن لي في أن أشرح أو أصحح لغيري طريق التفكير ولكن في اللهوت المسيحي جبريل ملاك وليس الروح القدس يعني في في المورثات الإسلامية أن جبريل هو الروح القدس لكن في اللهوت المسيحي لا جبريل ملاك والروح القدس هو روح الله يعني دلوقتي الله خالق الأرواح هل هو لا روح لو يعني إذا كان اللي خلق لألا الروح هل يكون هو بلا روح لا طبع أنا روحي محدودة وأنا إنسان محدود أما خالق الجميع فروحه غير محدود وهو الروح القدس فإذن الروح القدس في اللهوت المسيحي هو روح الله وليس هو الملاك أو الملائكة أو غير ذلك لا الملاك والملائكة أرواح مخلوقة ليست هي الروح القدس نقطة الربط بقى بين الحكتين بين الروح القدس وبين الملاك أو بين الروح القدس وبين الإنسان أن أنا دلوقتي بكلم أهو وبعلم كلام المسيح بعلمه بالروح القدس يعني بأنساق بأتسق بأستلهم من الروح القدس ما أقول فكذلك الملاك اللي رايح يعلم الأنبياء شيء ما يعلن لهم شيء ما زي ما بنقرأ في سفر الخروج صاح اثنين الملاك الذي ظهر لموسى النبي بيتكلم بروح القدس بإسم الله فمرة يتكلم عنه يقول قال الله ومرة يقول قال الملاك المعنى إيه أنه هو يتكلم من الروح القدس بإنقياد بإنسياق للروح القدس فالخلاصة أن الروح القدس في اللاهوت المسيح هو روح الله وجبريل هو ملاك الله وليس هو روح الله ده مختلف طبعا عن المورسات الإسلامية سؤال آآ ياني من أحد متابعينا على الويب سايت آآ بيقول أبونا لما بصلي لأبانا بتوقف عند لا تدخلنا في التجربة وهو يعني أنه الله بيجربنا وإزاي يبركك الرب في يسوع المسيح ويبرك كل خدام الكنيسة على التعليم اللي بتدهولنا طبعا القضية دي نيفت الأمب إحنا يعني آآ عالجناها في آآ منقشة آآ أخرى وحضرتك آآ يعني تطرقت ليها و آآ أو جدت ليها آآ مخرج وهو أعتقد يعني آآ يمكن يكون مع توالي الكلام والطرح فيها هذه القضية آآ يحصل التعديل اللي إحنا ونروح لأ تفضل بقى حضرتك هو طبعا صاحبة السؤال أو صاحب السؤال آآ أنا طبعا في شبابي كنت بأعمل زيكم كده كنت باجي عند منها لذي واجي عند كلمة لا تدخل في التجربة و آآ أقف متحير إزاي ربنا هيدخلنا في التجربة هو بينجينا في التجربة ولا بيدخلنا في التجربة آآ آآ القصة دي أو المشكلة دي آآ أثارها البابا فرانسيس الأول بابا روما أول ما آآ تولى المسؤولية كرسي روما و آآ طالب بتعديل هذه القراءة حتى تتسق مع فهم الإنجيل و روح الإنجيل يعني أن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد فهو لا يدخلنا في تجربة و و و كان رأيه أن تكون طبعا أنا بقدم رأي البابا فرانسيس على أن أنا هو دا اللي أنا وصلت له لما كبرت وتعلمت يعني بس خليني أكمل الكلام كان رأي البابا فرانسيس هو أن نقولها تعاد الصياغة وأن تكون لا تدعنا ندخل في التجربة احفظنا من الدخول في التجربة لا تدعنا احمينا من الدخول في التجربة لأن النص على ما هو ظاهر وكده بيدي انتباع عن المتابع أنه لا تدخلنا يعني هو لا يدخلنا في التجربة فأرجوكو يعني استفيدوا بنصيحة البابا فرانسيس وهي نصيحة غير يعني وما وصل إليه الجميع أنه معنا الكلام أن لا تدعنا ندخل في التجربة اوه بعض الوقت نافة الأنبة يعني طالما الأمور بدأت يعني تطرح كده فأكيد حيبقى مع الوقت الأمر ده حيبقى له مخرج والناس تبقى في حالة من الوعي أفضل في سؤال ثاني جاي من على الواتساب برضو متعلق هو بفكرة السماح بالتجربة وكمان يعني واضح أنه الناس لسه المسألة دي شغلاها في أمور كثيرة بيقول إيه السائل قال الرب بيسمح بيه التجربة وخاصة لما قرأت في بطرس الأولى الذين يتألمون بحسب مشيئة الله فليستودعوا أنفسهم كما لخالق أمين في عمل الخير وأيات أخرى بتوحي في بعض الأوقات بيسمح الرب بالألم فكرة السماح فكيف عايز أعرف أميز وأجيب على الناس التي تؤمن بأن الرب يسمح مثلا باحتراق كنيسة أو بموت شاب في حدثة ويكتبون تعليق مثله صمت لا أفتح فمي لأنك أنت فعلت بض نص دون الرجوع إليه في الكتاب وقدس لأنه كلمة آية دلوقتي الرسول بطرس لما كتب رسالته ما أجسمه آيات زي ما أنتم متخيلين لا ولا الصحات هو كتب الرسالة وحدة واحدة ولكن على مدى التاريخ الأشخاص معروفين في التاريخ هم الذين قاموا بتقسيم الرسائل أو الأناجيل إلى فصول إلى إصححات ثم قرروا تقسيم الإصححات إلى آيات فبقيت بهذا الشكل فأنت لما تقول لي أو أنت تقول لي في آية يعني إيه في آية في نص لازم أرجع للنص وأقرأه كاملا عشان أشوف إيه معنى السطر الذي نسميه آية فلابد أن أقرأ النص في كامله قبل أن أشرح أو أقول الآية دي بتقول كذا الحاجة التانية إنه النص هذا أنا رجعتله بقى هو إيه ظروفه التاريخية يعني تكتب في ظروف إيه زي مثلا آآ لتصمت نساءكم في الكنيسة القراءة الصماء أو العمياء للنص تقول آآ أنه الرسول بولوس يمنع أن المرأة تعز أو تتكلم في الكنيسة آآ أو آآ فلتتغطى المرأة أيوة اقرأ بقى الكلام في آآ خلفيته التاريخية إيه خلفيته التاريخية خلفيته التاريخية إنه المجتمع اليهودي آآ اللي هو خرجت من رحمه المسيحية كان بيحتقر المرأة وبيقل منها يعني كما آآ الكلام منتشر في آآ في أماكن كثيرة في الشرق الأوسط وهذا الإقلال كان آآ الشباب الولاد آآ بيشاركوا في مجالس كبار في سن معينة ويتعلموا إزاي يتنقشوا وإزاي يتحوروا ويعلموا وهكذا البنات ما يتخش طول معمها في المطبخ فالبنت كانت آآ غير مسموح لها أنها تتعلم غير مسموح لها أنها تتثقف غير مسموح لها أنها تشارك في الحياة الاجتماعية والحياة العام طيب فالبنات لما يروحوا الكليسة الستات بقال يعملوا إيه يسرثرنا فأول بينظم ينظم موضوع عيب يا أخواننا بطلوا ثرثرة غير مسموح للمرأة أن تتكلم في الكنيسة مش ما تنطقش ما تعبرش لا أول بيتكلم عن الثرثرة ف وهكذا بأحكاية تغطية الرأس كل دي أشياء محلية وليها أساس تاريخي ف لابد من أن أراجع النص وأراجع الأساس التاريخي اللي تقال فيه النص عشان أفهم النص بيقول إيه الحاجة التالتة بقى أن أشوف النص ده في العهد القديم ولا في العهد الجديد اللي هو فيه فرق إلا كده فيه فرق يعني الأرض والسماء أنه بين تعليم المسيح و نموس موسى يعني الحاجة الوحيدة اللي استشهد بيها المسيح والرسل الكلمة النبوية لأن الكلمة نبوية تتكلم عنه الذي الذي لم تأتي نبوه قط بمشية إنسان لكن نموس موسى هو عدل في أيام جسده قيل للقدماء اللي هو نموس موسى أما أنا فأقول موسى أوصاكم أن تطلقوا نساءكم لكن أنا بقول غير كده فإذن هو نفسه عدل نموس موسى الرسالة عبرانين بتقول صراحة فإذ قد عبرانين السبعة اتناشر مش عارف الصيغة معلش حولها من ذكرتي إذ قد تم تعديل تغيير الكهنوت من كهنوت هارون لكهنوت المسيح فبالضرورة النص بقى صح فبالضرورة يصير تغيير النموس من نموس موسى إلى نموس روح الحياة فمش كل حاجة بقى في العهد القديم بتقول لي فيه فيه نص أو فيه آية بتقول لأ لازم يقرأ العهد القديم مرشحا بالعهد الجديد لأن انت مسيحي ايمانك مبني على المسيح مش على العهد القديم ومش على الكتاب المقدس مبني على المسيح طبعا دي مشكلة اخرى فيه تعليم البعض انه يبني ايمانه على النص لا الايمان على شخص المسيح المسيح هو الوحي والكلمة الذي نزل من السماح هو الاساس الذي لا اساس غيره فنرجع بقى للسؤال الذي طرح الآن السماح السماح بالتجربة اه اولا كلمة السماح بالتجربة غير موجودة في العهد الجديد اطلاق وبعدين صمت ولم افتح فمي لانك انت امرت دي قال داود النبي في المزمور 39 فطبعا تطبيقا للقاعدة رجعت اقرأ المزمور 39 قبل ما اجي قدام الكاميرا واكلمكم لقيت انه المزمور دا بالذات في الاخر واخد اقتباس من سفر ايوب فصمت ولم قفت احفا بي لانك انت امرت المزمور 39 واخد مقتباس البراجراف الاخير من سفر ايوب طبعا لما هنروح بقى السفر ايوب واشياء اخرى في العهد القديم هنلاقي العهد القديم وسفر ايوب بيقولوا ان الله هو صانع الشر كما انه صانع الخير اعلان النور بتاع العهد الجيد ما كان ش جاه فالديانة اليهودية ومن قبلها الديانة الاخناتونية قابت على فكرة التوحيد ان مفيش غير اله واحد طب والشر كل الثقافات ما عدا المصريين واليهود بعدهم عشان بس نقول الحقيقة يعني ما عدا عبادة اخناتون وبعدها اليهودية الفرس وكل يعني اشياء كثيرة في الشرق ما كانش فيه غرب ساعتها الفكرة السائدة كانت الثنائية ان فيه الهين يعني حتى اليوم ما يزال اهورا مازدة يعبد في ايران وانا قابلت هنا في امريكا ناس من اتباع اهورا مازدة وشكوا من الاتحاد اللي بيحصل لهم كان في ايران مهم اهورا مازدة هو الله لكن فيه اله تاني اسمه اهريمن اهريمن ده اله الشر ففي الهين اله الخير اللي هو الله بقى الكبير وفيه اله الشر اللي هو يوازي في التعليم المسيحي الشيطات المهم ومن هو جاءت فكرة التوحيد اه ربنا هو اللي بيعمل كل حاجة الخير والشر وده الزهنية اللي فاهم بيها انسان العهد القديم فكرة الشر لا العهد الجديد نهائيا الحوار واضح هذا اخطأ ام ابواه لا لا مش كلام من ده لهذا اخطأ ولا ابواه حتى ولد اعاد الله لا يصنع الشر لكن اعمال الله هتظهر الخير فهذا قليل من كثير في العهد الجديد بيقول كلام مختلف عن في العهد القديم زي قيل للقدماء سن بسن وعين بعين اما انا فاقول لكم لا تقوموا الشر اي بهmel الشر Amal فكرة تميع الفرق بين العهد الأديم والعهد الجديد دي فكرة يهودية خديثة يعني أنا قومتها مقاومة مستميتة في كتاب بين العهدين أنصح الجميع بقراءته أو الكتاب موجود على النت على فكرة مش لازم تشتريه يعني فهذه فكرة يهودية خبيثة أصابت الكليسة واخترقت كينات مسيحية كبيرة يعني هذا ليس كلام العهد الجديد لا في حاجة اسمها سماح الله بالشر ولا كل هذه الأشياء الله صانع الخيرات فقط الله غير مجرب بالشرور لهو الأول ما فيه الشرور وهو لا يجرب أحد أي بالشرور فأرجو من الجميع أن يتحرروا من المورثات اليهودية والاختراقات اليهودية للتعليم المسيحي وينقاده وراء إنجيل المسيح أن لهذا أخطأ ولا أبواه حتى يصير أعمى الله لا يصنع التجارب ولا الشرور لكن صانع الشرور هو إبليس الجزء الأخير بقى في السؤال إنه الاستشهاد من رسالة بوترس من بوترس أربعة أو ما تم نقرأ بس الرسالة على بعضها فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر لأن إن كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون فهيفضل لكم فهو بيتكلم عن ما ينفعش أنك تتألم بسبب أنك مخطئ ولكن إن تألمتم مش لأنك مخطئ بقى لأنك عملت الصلاح وجي الشر عليك ولكن إن تألمتم بحسب مشيئة الله أو ده بقى إن إنت عملت الصواب والناس جاءت بالظلم عليك فأنت تتألم بحسب مشيئة الله اللي إنت ثابت فيها يبقى أنت كده فيه مشيئة الله ده اللي معنى إن تألمتم بحسب مشيئة الله مش إن فيه تجارب بحسب مشيئة الله لأ ف يعني كويس إحنا شرحنا كل هديه الأبعاد والرب يحرر أذهالنا جميعا من مورثات غير متسقة مع إنجيل المسيحة شكرا نيافة الأنبة أعزائي المشاهدين احنا هنكمل معاكم في الأسبوع القادم باقي الأسئلة اللي ما قدرناش نرد عليها في هذه الحلقة لديء الوقت فهنا فيها الحلقة لا سعني غير تقديم موفور للشكر والتحية لنيافة الأنبة ماكسيموس شكرا نيافة الأنبة شكرا لك دكتور والمتابعين شكرا شكركم أعزائي المشاهدين والمتابعين لينا في كل مكان على حسن المتابعة نلتقي بكم في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من حياة المسيح فإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة